هل عمرك فكرت شو رح يصير معك لما تموت؟ سؤال هل ممكن تكذب؟ هل ممكن الشهرة؟ أو الفلوس تغيرك؟ هل تعتبره نفسك إنسان عنده جنود العظمة؟ أكثر منتج تقنية حبيته في حياتك يهه يهه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا يعني بعد 4-5 أشهر منذ بداية الحرب على غزة او بعد الحرب شوية بلشت ان اوقف بودكاست وهي اليوم بدي ارجع مع مين بدي ارجع مش اي حدا للأسف الشديد للأسف الحب ايهاب صديقي العزيز ايهاب سالم مستر تيك اليوم رح نحكي عنه عن حياته عن تاريخه الابيض وهون منسكر حلقة سألته قلت له احكي معك بصراحة اسألك اسألة قوية قال لي ما بتقدر تأثر فيه احكي اللي بالدكية وحطيت على انستجرام بوست اذا حدا عنده سؤال فيه كم سأل رح ان شاء الله نشوفكم فاهلا وسهلا من رحل فيك اخ ايهاب بالأردن سيزر هاي مش اول مرة بناول بودكاست انا وياك عملنا مرة بودكاست بكاميرا واحدة وكنا قاعدين جنب بعض وكاميرا تاني طلعت ما بتسجل والصوت طلع مضروب كانت مأساة يعني بس كان كاست مش بودكاست يعني مش عارو احنا حاولنا طب احكينا عن اسمك مين انت مين انت انت مين انت مين ما انا انتم اوش بدي لك شكرا على استضافة سيزر يعني انا جاي عالأردن انت بتعرف 24 ساعة ومن 24 ساعة اللي يعني حكيتك حملنا جميل انه جاي جاي عالبودكاست حابب ايجي شوف لا حول غلافو في سبايدر في عنكبوت على العدسة طلع خليه خليه لا تقتلوش هذا بساعدني بال خلص مش مشكل بطلع اراح بنعملها كات هاي كمل مين ايهاب سالم ايهاب سالم انا بالاصل مخرج تلفزيون تعلمت اخراج وتمسيل هي وظيفتي الاساسية عندي شركة انتاج بعمل حفلات بعمل فيديو كليبات حفلات صاخبة مش صاخبة جدا يعني حفلات يعني استحكي الله يحدي عن اشياء لا مش حفلات بالمعنى اللي هو يعني مسلا حول افتتاح محل اوتيل اطلاق مسلا اشياء يعني مش بالمعنى اللي هو الحفلة حفلة مسلا شركة عم تفتح فرع جديد احنا قررنا نكون صريحين اليوم ونتعمق بال تصوير كذا فهيدي شغلة الاساسية دخلت بموضوع التك اول شي سيزر اما بعتبر حالي مثلا بيقولوا خبير تقني انا مش خبير تقني انا انت عاشق تقني نسميك نعم بالتكنولوجيا واقل حدا من الموجودين انا عين عطا والله لا والله يا سلام بس بيقولك خبير تقني انا مش خبير تقني انا زلمي شيل كلمة زلمي اكون جديين شوي احنا يا اخوان والله انا بدأ حاول اكون جدي اه معها بس صعب يعني هو بزبوطش بس اشوفه خلص يعني الموضوع هيك بصير كتير طيبة لأهوة شاي بايدوي فهيدا هو ايه هاب سيد يعني انت متخصص بالتلفزيون وبالتصوير وبهاي البرامج نعم شو اللي ودك بس عشان بتحب التقنية انا بحسك هسا اكثر بالتقنية وبالشغل بهذا المجال يعني كبزنس حياة اكثر ما انك بالاخراج لا امشتغل اتنين 50 50 بين هيدا الموضوع اه شو اللي فوتني على هيدا الشي بايام كورونا حطيت كاميرا اه صورت كنت عم بعمل ريفيو لهاتف لهواوي بتذكر وقتا وكنت زهقان حتى ما منتجت الفيديو عمت المواعز اذا فرجيك الفيديو هلأ في فيديو هبه لو عبيد كان ودع حطيته على الفيسبوك ورميته ورميته الفيديو جيب 40 ألف وناس كلها عم تسأل مين ايهاب سيلم هون خطرة ايه كانت حظ يعني يعني لاتر لي كانت حظ كنت انا مخرج برنامج صباحي بتلفزيون الفجيرة وطلع الاقتراحت درب الفيديو تعالي خليك ايهاب تعمل الفقرة ونسميك يا شو ما نسميه مستر تيك يعني حتى حتى هاي حتى هاي ايه انا ما تبني ليسه واصلا مش طايع وكنت فعلي ايهاب مستر تيك وكملت هونيك هل حكي يعني وقت الكروة ايهاب تيك يعني او ايهاب سالم نحكي اه عمره ثلاثة وعشرين سنة لان الناس انت تعرف عمرك برضو لازم نحكي العمر احنا لازم نكون عنا الترانسبيرنسي عالي ايج اس جس انامبر ما افعل بقول اترجم لكم انه العمر مجرد رقم نعم نعم احسنت لا بس تبني لك انه انا واحد من اكبر المراجعين التقنيين اللي موجودين من الوقت انا انا بلشت القناة على عمر ستة وثلاثين سنة ايه انت بلشت على ستورفين لا بلشت يعني انا قصدي قصدي الناس بيخافوا يبالشوا بيخافوا يعني بقول لك اعم انا عدت عليه راحت عليه هل موضوع العمر له علاقة بالشغف انه الواحد عنده ايش بيحبه يسوي سوي سوي يعني انت اشتغلت ولفيت العالم وكل الدول رحت او كران يول كويت بالاخر صرت مستر تيك في الامرات بعد عمري طويل الواحد يعني ما فيش لا لا ما فيه وقت كنت بمقابل امبارح مع احد القنوات فسألوني عن عمر فانا عمري يعني بالخمسة واربعين خلالنا نقول بلس او مينس مش كتير بهذا العمر فقالولي احنا انت بلشت من خمسة سنين الاربع سنين ايوه وهل العمر كان واقف انا حدا هلأ بس خلص شغل لالي اذا كان اخراج او بالشركة عندي او كذا بوصل بالبيت بحط البلاي ستيشن بلعب 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 يعني لساتك الصبي لصغير مش انا جيمر او بالاخر يعني بالاساس انا جيمر جيمر او استغفر الله كت كت اعمل كت او سمحت تحافظ على الكلمات انا عمي قلت جيمر انت ايوه خلص ماشي فش اسمه اه لا وقت اللي بدها كنت حسي حالك انه قادر تعطي شي غير الباقي غير الباقي ما تقلد الباقي لازم يكون متميز لازم يكون عندك دايما سيزر انا بقول للناس شو في عندك شي خليني احضرك يعني حاليا ما عنديش ولا اشي حتى اجزه حتى اجزه معا عندك احضر جبت البيتوب بيجي احلى تلفوني ان انا معامر ايه ماشي شو ما عندك شي اقدر استفيد منه استفيد اش انه تطلع وتطنطنط وترقص وكذا مدرشو ممكن يكون عندك محتوى بالاخير بناء حدا فيه انا بالاخير احد قدنا منه انا قدر اتعلم منك معلومة بلا جواهد اتعلم مرة واثنين واثلاثة احد تزهق من فيديوهاتك اول مرة واثنين واثلاثة بس بعدين يعني لا كمل يعني خلاص الموضوع او شي ما في المت خلو عمر هذا مش مهم صحة صحة واحد من اشهر الشركات يعطيها مثل الكاف سي هذا الزلم اللي بيشبهوني فيه مع اللحية البيضة وكذا هذا الزلم بلش للشغل تبعه نستبعه لعمر لخمسة وستين سنة بتخيل خمسة وستين سنة بلا ما يكون قاعد هو متقاعد وخلص ومريح اشرا كاف سي خمسة وستين سنة وهايدا واحدة من اكبر الشركات الموجودة مش بس بامريكا بالعالم يعني بيعلمك انه ايج متل ما ايج is just a number انا مقاطع كاف سي انا نفس الشي يعني هسه هنخش على الزاكي اصبروا شوي بس خليني بس نتعرف على الشاب اول شي بعدين ندخل بالاسئلة الجامدة طيب كيف تعرفت على السيزار كان يوم اسود لا يامن انا شاب صديقنا انا اكد بعني مبلش جديد لتركي بعني جديد يعني وكانش عندي الف سبسكرايبر حدا ويامن شاب هو كان دستوبيوتر لشركة شاومي الله يرحمه لا بجنة لا احنا عند الله يرحمه يعني انه الله يرزقه الرحمة هو اللي يجدك حدا ايدمي ومحترم وبيقدر يساعدك بالمحتوى منك تنطلع فبس اعطاني كان عندنا وقت شاومي يمكن يمكن او كان عندنا يا جايتكس 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 وطعرف هيك دار طبعا سلام الى الاخ يامن عندنا ايام حلوة مع ايامن بصراحة انا ايام انا عندي جد ايام حلوة مع ايامن انا اي مست دوستيس شو اصدق بايام حلو مع ايامن لقد ذهبنا الى مطاعم ولقد طشينا ولعبنا وضحكنا نعم هاي اجل فيعني اجع وعرفني عليك انا بتذكر تعرفنا عبعض بس انا بتذكرش تفاصيل كثيرة صراحة لا لا هي هي دي بس كابسة مش كابسة بس ما طوق يعني شفنا بعض وانا سفرت يمكن لا وقتا رحنا عملنا الايفنت كله كان كورونا كمان وقتا بتذكر نعم بقى انت تبلش وعملنا وقتا give away لشاومي زبت تذكر بالمول اه بالمعرض ربحنا سيتي سنتر صح ربحنا 30 ساعة وخمس تليفونات وقتا ايش ازيحيك نعم ولا فرص عيدة طيب اخوان شوفوا بدا روح انا بدا شوف الاسئلة اللي حطوها الناس اوكي بعدين انا في ورقة معي الله يستنو هاي ورقة بس لاحظة شوي قبل الاسئلة استنو شوي انا بدا احكي مش هو يا رب اللهم مستعن اليوم هو اليوم 228 او 29 في تسجيلنا هذا بالحرب على غزة اه الناس اللي فكرت انه الناس هناك خلاص استسلموا او فمنتهوا لا ما انتهوش لستهم موجودين لستهم قويين اللي لسه بحمل الناس هناك الذنب ان هم الحق عليهم ليش يعملوا هيك هو انا غلطان واللي بصير اليوم انه الجهة الاخرى الجيش الانحلال هذا اللي بنسميه انكشف كثير للناس يعني حتى الناس اللي كان زمان مثلا محايد ولا هو ما حاد ولا ما حاد شاف الاتراسيتي قديش عنده فضائع سواها شافها خلاص لايب فالناس فعليا بلش تغير الفكر تبعهم عن هذا الموضوع الاخ اهاب الاخ اهاب انت الاحداث لما بلشت شايف الاحداث وشايف شو بصير ايش راك باللي بصير هل انت بتعتبر اللي بصير حاليا الناس بتموت البيوت دمرت كل اشي سيء ممكن تخطر ببالك عماله بصير هل شايف اشي ايجابي من اللي بصير كله مش قادر اشوف اشي ايجابي بالموضوع غير انه في نظرة تغيرت للعالم كله لا لا الاحداث اللي عم بصير الاشخاص اللي كانت مش مصدق انه معقول يكون عم بيصير هايدي الفضاعة من قبل الاحتلال تغيرت الامور عمر ما فكر ولا فكر انه بيوم بالايام انه ممكن سيئة هلأ اليوم كنت عم بيسمع او بيحضر الاخبار الصبح على موضوع انه تقديم للمحاكمة يعني هلأ حد صحيح حد صير هذا شيء جراء حرب هذا كان اشيء استحيل يصير ازا بقدر قول انه ايجابة ما فيش ايجابة من الموضوع ممكن اقول انه الصحافة او الاعلام اتغير وقتها بلاشنا بالحديث من اول باكتوبر عملت وقتها فيديو نحكي من غير نقط ازا بتتذكر الفيديو نقدر نوصل الرسالة انه احنا كنا وقتا انتو عارف انه احنا الناس اللي على السوشال ميديا هاي دي رزقتنا بالاخير وشونا بلما نبدأ انا وياكنا بنحكي عن الريتش بالستوري وكيف بس كنا بنحكي عن القضية بدو ينزل كل اشي صحيح كنا بنحكي عن شي عادي شي سخيف لا الستوري برم الكورو 100% صحيح فممكن نقول انه مع احترامي لكلمة ايجابة مش ايجابة بس ممكن نقول انه كان فيه شي منيح بهذه قصة كلا انه فتحت عيون العالم على الجرائم اللي عم تصير انا بتضيف اكيد وغيرت رأيهم انا بتضيف لهذا الموضوع انا عارف انه انت بتحبش تحكي بالسياسة واحنا بنحبش نحكي لكن فيه امور انا يعني هي انسانية من الطراز الاول اللي بتضيفه انا انه اي بلد في العالم بالتاريخ عمره ما قدر ياخد حريته ياخد حقه الا قدمت ضحيات صحيح اللي جزائر قدمت مليون شهيد مليون شهيد معظمهم ماتوا في سنة يعني صحيح بسنة هاي معظم الرقم الكبير هاد ما استشهدوا مظبوط تخيل فيتنام ما قدر ما قدر ما اخذت حريتها الا قدمت ضحيات الفايت كينج كل كثير كثير قصص يعني ما في اشي ببلاش مظبوط فهي هاي النقطة انا انا هنا قاعد ومرتاح نعارف لكن انا بحكي لك عن الاهل هناك هم اصلا بعرفوا وعارفين انه لازم يقدموا اشي عشان نوصل كمانت كنت احكي فيها بينما فتحت الموضوع فيه اشخاص بتحب انه اللي بتعطيه بايد اليمين ايده شمال ما تعرف فيه فايام احنا ممكن او ما بنطلع نحكي على السوشال ميديا انه عملنا كذا وكذا وكذا وانت واحد من هؤلاء اشخاص تيزر بس ورا الكاميرات انت بكون عم تؤدي اللي بتقدر عليه يعني بالاخير اعتقد نعم كل الناس صحيح صحيح يعني في كتير ايام كانت يجيني مسجيت بالاول هلأ بطلت العالم انه طيب وانت ما بتحكي عن موضوع جماعة مش لازم اطلعي حكي مش لازم انا اخوان انا بعرف بعرف جهود وكانت حتى في الامارات مع الهلال الاحمر صحيح شغال بس مش عمال بينشر في الموضوع وكل يوم رايح يجاي بحكي في الموضوع بس هو بيشتغل هو يشايف هذا الموضوع هو بيقدم اللي بيحب يقدمه وبيقدر يقدمه بغض النظر عن ديانتك وعن توجهك عن اي شي هذا موضوع انساني انا حتى متفاجئ عمالك تخيلت انت في حياتك انه بامريكا بالشوارع ناس تمشي وتحكي free free فالسطين انا شفتهم باخر زيارة كنت صح انا ما عمري حلمت اشي زي هيك انا بارح اول ما احكي بتركيا كمان شفت بعض التجمعات اللي كانت موجودة فينا اقول كمان انه كان مع الاعلام الفلسطينية وكذا انا اتفاجئ وين ما كان اكيد وين ما كان هذا الشي يعني بذكرتني وقت اول ما صارت ازمة اوكرانيا كمان اذا بدك يعني فتحت الاعين بمحلاتي كتير وبرجع بقول استعمل الكلمة اللي انت اخدتها يعني منك الايجابية اللي فينا نقول انه هذا الشي الوحيد اللي كان موجود ايجابي ان شاء الله خير كله خير طيب نخش على الاسئلة يلا انت عارف انه فيها كم سؤال حطوا اسئلة هناك لا بيروحوا عندك بعملونك طيب اول سؤال بلش كيف الجو بالاردن اليوم كان شوي شو بمبارح كان حلو اجاك اجاك خلي خلي يعني منت عشان عايش في الامارات ايه وضع الامارات لا حوو حلو بطيقيا بتقدر تمشي هون بدون مكيف الحمد لله في سؤال من اخ عمر بحكي ما اهمية تعلم البرمجة فيك تجاوب على هذا السؤال اكيد المستقبل هو هلأ يعني كل حدا بيجي بيسألني ايهاب شو بدي تعلم شو بدي أعمل هتروح هقل لك روح وعدة من الطوب ثري هي البرمجة الفيوتشر هيدا هو هلأ بكل المحلات زي من كل الأصل مع انه الناس بخايفين او الاي اي ياخد يعني الاي اي هو مين اللي عم يعمل هادي والبرامج بالأخير بشر ما برضو عرفت ما تروحوا تيجي اليوم انسألت والله سؤال على اليوتيوب على هيدا الموضوع تقول له لا كمل عادي مرة ما اجي بالعكس دي فيوتشر مش الفيوتشر هيدا هلأ هسا هلأ اشتغل فيه يعني كنت بمقابلة عبر الفيزوان ابو ظبي وكانوا عم يسألوني عن بعض المهام اللي حتبطل نشوفها قريبا في كتير الشغلات حتنت تتفاجأ انه هي مثلا مثل الشوفير التاكسي موظف البنك تخيل الرسمين الفنانين ممكن كتير بالقريب بالعاجل مش بالمستقبل تلاقيهم مش موجودين اللي حيعمل هيدولين شي المبرمجين نعم فهذا شيء كتير مهم للي عم يسأل السؤال بتنصح من الأخ اسمه مالك بتنصح بأجهزة فلاكشب نازلة من سنتين أو ثلاث ولا نروح ناخد هواتف متوسطة اللي هي موديل السنة لا تاخد هلا فأنت مع انه ياخد هاتف متوسط لأنه فلاكشب اللي عم تحكم ثلاث سنين يعني قداش فيه عنده تحديثات بعد يمكن ضلل له سنة يمكن ما ضلل له حسب اذا كان سامسونج يمكن السامسونج ما هو مفيش هلا بلشت السبع سنين ممكن يدعمه شوي بس يعني بالعادة ثلاث سنوات خلصت اذا متعكي من ثلاث سنين يعني أنا عندي الموترولة الثيرتي الثيرتي يعني ايام بطلع هيك وتفرج عليه وكذا بس ده اجي بديدور تطبيقات عليه بلاقي عم بيعلم عنه واحد من افضل اجهز اللي كانت من ثلاث سنين فلا خد هلا شي موجود عندك حماية سيكوريتي اربع سنين ثلاث سنين هتلاقيه بسعر تقريبا من الفلاكشوف وديلك شغلة انه تطورت الكاميرات كتير وتطورت المعالجات كتير من ثلاث سنين لليوم بس بتتوافقني اتوافق معك بالرأي حسنا اتوافق معك بالرأي سؤال بس انا لاني ما جربت الجهاز الاخ محمد بحكي انه ليش فلاش الاس 23 ألترا ضعيف جدا وكاميرته الامامية بالإنارة يحكي عن الموضوع انا ما كان معي الجهاز صراحة بس انه الكاميرا يعني ما صارت معي هيدا شين انه الفلاش ضعيف جدا يعني بشكل عام انا ما بستعمل الفلاش بالتصوير يعني لو شو ما صار باللايت مود اللي بدألك مش هزور بالفلاش والله شوفه انا كمان باستخدمش الفلاش انا بس باستخدم الفلاش لما بدي اروح بالليل وما في ضوور بس والله بالنسبة الكاميرا الامامية يعني شوف انا بدي احكي الكاميرا الامامية يعني اقوى كاميرا امامية كي شفتها بالاجهزة كاميرة الايفون احسن واحدة بتصور فيديو في ضعف في عدم في عدم تركيز من الشركات كلها بالكاميرا الامامية مظبوط اتمنى انهم يشتغلوا على الكاميرا الامامية زي اكينها كاميرا خلفية مظبوط مظبوط معك والله صح بس انت كمان بتحكي اس و ثري هادي السنة الماضي بأول وكمية مش متذكر كان شو كانت مشكلته بالضبط. بس اه فلاش? لا ما ما. انا ايسف مش ما ما دريت جاوبة عالسوار بس يعني. عادي انا يعني في اسئلة احكي الاشترا. في اشي افناس بتفكر انه عندك جواب لكل اشي. لا انا عندي كثير اسئلة ما بعرف اجاوبها. بعرفش. فبس بقول بعرفش. عادي جدا. اه تيك ماما. تيك ماما. تيك ماما مبارح وقعت. والله على المصر. في الايفنت لأ قبل. والتول كاح يلتبح اييي. فاجت اليوم تعرج المهم. شو سر العداوة بينك وبين تك ماما. لا تتقبرني بتجنن تك ماما. بس لاحظة. تكون العالم بس مع اخبرت. صارها هي اختي الكبيرة. هي اصغر منك. حرام عليك. وهي صديقة العيلي يعني. ايو. صديقة العيلي يعني 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 أنا بعرف جوزة. حتى بتعطي رأم تلفوني. بس تيجي على الامارات. يعني في حال ضيعتني. ايوه. احكي معي. ها. فهي اخت عزيزي بالعكس. طب يعني ما في عدوات. ما ما بالعكس. احنا اقولك اقول سر هلأ مثلا. لا لا. انه ننشر غسيل بعض على. يعني بتكون مثلا زهقانة هي بالدوام ايامها كانت تشتغل وانا بكون مسلا انه فاضل. ما رجعت عالشغل بايدوية. رجعت ما هيش خبار بكون رايح مشوار طويل مسلا. لا يلا النمع العالم. تعشق. هي تعشق والنميمة. مش بالنميمة بالمعنى ما نعرف. طب هي كاتبي كمان جملة. خليه يحكي خمس مرات. طيب خلينا بس نقول شو القصة. اه شو هاي فيولي? فيولي. فيولي. اه وقت اطلاق الاس 24 الالترا. فيولي. هو لون. هو لون. الفيوليت. الفيوليت. ما انت قال لبنان بتحكي فرنسي. اه. فانا جربت لقيها للكلمة بس بالدماغ عندي. عم تروح لفيولي. عم تروح لكلمة الفرنساوي. ايوه. بالريفيو تبع الون مينت. شو حكيت? قلت انه جاي بثلاثة الوانة باربعة الوان. وبلون الفيوليت. اه. 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 سايقل لك اللي فيوليت. لسات تبتسأل. شو بدا? اه. كاتب شو الرتين العناية بالشعر عندك? كمان هيدا الموضوع ده مش بتني يعني بتستلمني عليه. انتو بتعرف يمكن. انا الوحيد. يعني. الشكل. حنقول مش كتير عربي. يعني مع. ربطت الشعر وكذا والشكل اللي هو دايما الناس بتقلي عليه اللوك تبعك هذا احد الشباب السعوديين هديك اليوم كنا عم يحكى فعم بيقول قلي إيهاب لا تقص شعرك لأنه احنا بس نقول إيهاب سالم فيقول له مين إيهاب سالم كذا ما هذا الشعره أبيض طويل ويربطه من فوق هو هذا معيار لألك أنا ما عندي تجربة زيهك يعني ممكن أعطيك شوي ما عندي أي تجربة زيه سؤال من الأخ The Knights UAE هاتفك الأساسي ولماذا الهاتف الأساسي اليوم يعني نحكي اليوم لأنه أنا غيرت هاتف الأساسي من جمع 15 Pro Max الآيفون ليه ليش أنا منتج Final Cut هذا سبب الأساسي صراحة كاميرا كتير منيحة بتجنب كاميرا الأيفون احنا متفقين على هذا الموضوع كل هذا كله منتفق عليه نعم فأيام كتير بكونا عم مصور شيء أو عم منتج شيء وبلاقي مشهد طاير من عندي مش موجود بحط فوركي بنزل بصور المشهد خلصت خلصت ضغري السهولة بتعامل بين الإكو سيستم طبعون الأبل ما في منه ما فيه قد ما فيه شركات حتجرب بتعامل هذا الشيء ممكن أوكي حلو التجربة بس السهولة بتعامل أوكي هدا الهاتف الأساسي الآيفون هو الهاتف الشغل بس هاتف الأساسي البرسونل أوكي أنا قلت عليه من جمعة الـ S24 البلس نقلت من الألترا البلس البلس ليش فيه حلقة عم بعملها عن الموضوع وساما سألني سؤال كنا بتركية هو عمر دايزر أنا فيني أقول يعني شغلتين ثلاثة عن الموضوع الحجم أنا ايدي أنا ايدي صغيرة هو أصغر حجما من الألترا واضح والتأدي أو التحسينات اللي صارت بالبلس أكتر بكتير من الألترا يعني فيه فرق فيه فرق يعني أنا وقتا سألت من ستاس فايصر السيف شو أكتر جهاز عجبك وقتا الإطلاق كنا بأميركا قلت له البلس أنا 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 انغرمت فيه خاصة يعطيك كل شي للجهاز في بعض تنازلات بالكاميرا أكيد بس أنا من نسبة لي It's okay ماشي حالي فهدول السببين إذا بدك أساسيين آه زائد أنه التصميم أنا مغرم فيه عجبك عجبني تصميم هذه اللغة الحواف أنا بحب الفلات الشاشة الفلات بس سؤال الأساسي إيدي صغيرة وحيدا ضابط مع إيدي أكتر كنت عامل فيديو عديك اليوم عن الآيفون أنه أنت بتحمل تليفون هيك وبيتعجلك إيديك من هون يعني ما بدأ الله حمل فهذا بدأيه خفيف خفيف ومناسب للاستعمال طب تجرب العادي النسخة العادي يجربها لأنه أصغر حجما هلأ وصل عندي الأف 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 سوري بعد ما فتحته عندي جبته أنا لقد اشتريته بس بحسه أخف يمكن كمان بعد من هذا مفروض يكون أخف بس بعد يعني يمكن بس هلأ اليوم بالأردن بكرة يجع دبي يشوفه بس يعني هاي دولة هن الأجهز الرئاسية وهذا السبب طب أوكي في سؤال لماذا توقفت سلسلة خبرية بالنملية تحت النملية تذكر أنت سؤال لك ليش معرفني أنا سفرت وكملنا خبرية تحت النملية خبرية تحت النملية كنا عاملين سلسلة أنا وإهاب ومش سلسلة عملنا أخبار وفن يعني أخبار بس بطريقة بنكهة حلوة ضحك يعني أنا وإهاب سهل جدا نقول نحكي عن موضوع يكون ضحك ولطيف سهل جدا من غير نكد هو بالسفر نكد أوكي بس لما نقود مع بعض نعمل فيديو كان سهل الموضوع فأنا ما كملتش بالليه مرات يمكن لو كمل يمكن آه سهل الأساسي أنه أنت بطلت بعدين هو صار مشهور بطلت أنا إلي دور اعترف لا هي خبرية من تحت النملية هي كده أخبار بلاك ماجيك سوري بلاك كوميدي بلاك ماجيك هذا الكاميرا كاميرا آه بلاك كوميدي يعني بطريقة شوية هيكي حنقول حلوة بس تتكمل فيها بدك استمرين أنك تصور كل حلقة لأنه الأخبار لازم تكون جديدة 20 صفحة أنا طلعت ورقة يا إخوان أنا كاتب أسئلة خلصت أسئلة تدور خلصوا ما بقى في ونشي ما إحنا ما إحس حطينا وحطينا مبارح بس الحق عليك إذا شفت واحد أنا هلأ أنت ما ساعدني لا ما فيه هدول الأسئلة كتبتهم كنت بعمل عنده سلسلة اسمها كارل بول صح كارلول كارلول فهناك بتستضيف الناس بصورهم بحكي فقررت أنه أنا هو يستضيفني بالسيارة بس أنا أسأل الأسئلة بس ولا مرة ضبطة نقعد مع بعض فأجت هسا دور بعرفش إذا بقدر يجاوب يجاوب ما بقدرش ما عندي مشكلة أنا أصلا ما عندي مشكلة سالة عبسانو 27 دي مش مشكلة عادي أنتك مشكلة أنت دا نعم أيها تزهر الناس شو يزهقوا بودكاست هذا ثلاث ساعات نصور هو أحد يطلع فيكو ممنوع هل تعتبروا نفسك إنسان أنا عملت بوز وقفت عشانه بس لا فيه تكمله عنده جنون العظمة أنا سؤال هذا سؤال تقوليش أنا جاوب عن نفسك يلا أنت زلم عندك جنون عظمة بتحب نفسك كثير أنا بحب نفسك أنت فوق الكل لا مش فوق أيوة أحكي أيوة أحكي للناس ليش خطر عباينك هذا السؤال سؤال سؤال كثير أنا قلت لك خطير تقدر لما تسأل هل مرات حرد عليك شغلة مش ضرور تكون عندك لا 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 بس ممكن تعمل تريجر لإشي جواتك يحكي إشياء أحكي أيوة حرد عليك شغلة كيف بس يا شباب السؤال دمار بالطبيعة عندي إذا أنت ما سلمت علي أنا ما بسلم عليك يعني إذا إحنا عادين بمجلس فات واحد أهل السلام عليكم أرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوم سلم عليه خشمك أيوة ولكن ولكن إذا فات وما سلم آه وكان هو خشمه فوق فأنت بتنشو على الكامل إنه ممكن أغسله وقاعد آه ممكن أخليه يلعني بستفزك الموضوع اللي عرفك فيها آه اللي دخل فيه على المكان اللي أنت فيه لأنه المكان اللي بس تفوت عليه قدك تسلم مزموط مزموط يعني مين المكان يكون أتفق معك تماما مئة بالمئة ما باعتبرها عظمة باعتبرها إنه أنا رحم الله وإمرأة بلأن عرفها قدر نفسي بعرف كتير منيح أن أوصلت لها عمر بهذا الحقيقة أوكي بهذا الشغل مش لألي السلام السلام لأله بس إنه فوت تقول مرحبا جميل أنا بقول عندي العظمة بس عندي بحب نفسي بحب حالي مش غلط بعرف قدر حالي بميزان معين الواحد لازم يحب نفسه بميزان معين هل ممكن الشهرة أو الفلوس تغيرك سيزر أمستعد افتح لك هلأ الانستجرام طبعي وتشوف إنه بصندوق الرسائل ما عندي ولا رسالة مش مقرؤة بتجاوب تواصل مع الناس أنا بهذا الشي وأنت أخدته منك على فكرة ممتاز والله هاي شغل ممتاز نفس الشي كمان يعني والناس اللي عم بتحضرني حدا فيهم يقلي إنه يا بأنا حكيتك ومردت شو ما كان السؤال شو كان الموضوع أحكي للناس شغل عن هذا الموضوع لأنه دايما بنتقدونا إنه إحنا ما بنتواصل إحنا يا إخوان مثلا أنا برد على الرسائل بس مش شي بتعتلك يفتح لك رسالة يقول لك مرحبا أيوة أول نقطة أول نقطة أنا ممكن يجينا عشر رسالة خمسطعش رسالة مكتوب السلام عليكم وبس أنا بنصح الناس وحتى إيهاب بيحكي الكل بيحكي أكتب رسالتك وسؤالك واللي بدك يا كامل وأنا إن شاء الله بقرأ فيه أقرب فرصة برد هاي أول نقطة فعلي إيهاب برد وأنا برد شغلة الثانية ممكن أنت بتحكي معي وأنا قاعد عمالي بيررد لك في عشرة برضو بيحكوا معي at the same time وقاعد برد لهم فبتكنت راعوا هذه النقطة أنه مش راح أقدر أرد على كل يوم وكل في نفس القوة ونفس القدرة فمن تزعلوش إذا تأخر الرد بس هاي كنت أحب بحكيها فلا السؤال عندك يعني مفروض لا ما عندي يا هدا الشي طب منتز السؤال الثاني أكثر منتج تقني حبيته في حياتك بدك تركز هسا مش تقولي التلفون مثلا هذا لا فعليا منتج أنت لما صار عندك أو معرفش أو جربته وقعت في غرامه في عندك شي زيك عادي حتى لو كان ساعة لو كان مايكروفون فكر معك وقت أكثر منتج حبيته بحياتي فينا نغير السؤال نعم لو الشركة اللي بفضل أنا بس يعني أعمل لها انبوكسنج أو لا ما بد أغير السؤال أنا عندي جواب السؤالي أنا هذا السؤال أنا عندي شو جواب أنا بدي أحكي لك أكثر منتج يعني هو ليش حبيته لأنه أثر فيه لما صار عندي أثرت فيه كان تلفون كان اسمه الجالكسي ناقه اسمه الجالكسي نيكسس اللي هو تعاون بين جوجل وسامسون وعملوا الجالكسي نيكسس هذا الجهاز أنا كنت أحلم فيه حلم أحلم فيه يعني عن جد أحلم فيه وأجاني هدية لما أجاني هدية ما صدقت يعني استمتحت فيه بطريقة لدرجة أنه كثير كان واضح لأنني كنت بكيف وفرحان فيه منطرقت عين وقع مني انكسر بعد سبوع بعد ما انكسر كل شاشة كاملة هيكة سبوع ضلت ما استخدمه كني سنتين أو ثلاث كنت ما بحبه ليك كأكتر ما عندي جوجل ما عندي جوجل كأكتر جهاز بديقول أنه واو هذا هو الجهاز أو شي يكون أبهرني أبهرك أه إشي ما بتتذكر لا في كتير اشي حرام ما برضو كمان متعرف شو هاي كمان هو سؤال شوي صعب لأنه كتقنية وانت كمثلا عايش في الامارات كل اسبوع كل شهر كل مشعار فيهم عماله بتتواجه تقنيات جديدة بتشوفه بتسافر عينك صار تتعول على اشياء كثير صعب اشي يفاجعك لينوفو مثلا الـ X1 اللابتوب اللابتوب كنت أحلم فيه كنت بأميركا وصلت لقيته بالبيت هذا هاجأك صح فما الحقيتش أحلم فيه لأنه بعدين لأيته هيدا فاجأني مثلا لأنه خير هلأ مثلا عندي عندي اللابتوب هواوي الجديد اللي هو الميت بوك اكس برو عشرين اربع وعشرين 980 غرام مية بالمية في كتمنتج فيه في كتا عب جيم فيه فباللشت فيه بس ده أول شغل يقول عنا أنه واو لا لا ما في شي هس يمكن ما في بس زمان يعني يمكن يقول لك زمان ممكن يقول لك مثلا أول يوم اشتريت رحت فيه اشتريت الايفون 1 لأنه وقت جبت على فكرة كنت بصين من حوالي جمعتين واشتريت ايفون 1 اشتريت اشتريت واحد موجود عندي في البيت ودي عمل عنه حلقة من بالسبعة وتسعي بالأفين وسبعة والأفين وثاني واشتريت الايفون 1 هيدا كان وغلانه هيدا غير كل الحياة اللي جايف فيها ممكن لك بهاي اللحظة انه ايه هذا كان كان شيء اثر فيه بحياتي طيب سؤال سريع اول هاتف ذكي مش هاتف عادي ذكي انت متلكتو بتتذكره ايه ذكي يعني ذكي ايه مت touch اعلم كيف ايه ايه كان اسمه touch كان اصلا عندي كان فيه الو ألم حلب شو بال لا لا لك هتذكره ايه بس مش راح مش راح نشأ اسمه طيب هل ممكن تنافق يعني لا لا بدون ما تفسر لا مستحيل مستحيل خاصة بالمنتجات سيزر هذا حكي حكينا لو اياك على صعيد الشغل على الصعيد الشخصي لا لا اللي بقلبك بتطلعه لا لا ايه انا شو خسران من عالم وخسران شركات وانت بتعرف اللي بقلبك هذا الموضوع يعني تحكيك شركة مش من زمان وحاولت احكيه عن هذا التليفون انه كذا وكذا هذا التليفون سوري على الكلمة سوري معفن هادي ولا شيء من اللي انتو عم تحكوه غير انه التليفون ما بينكسر طبعا قولي انا اروح اشتري تليفون لانه ما بينكسر مش هادي الاساس انك انت تروح و من دون ما نحكي ونجي بصيرت غير حدا من المراجعين او كذا ايوان بس ما فيك تيجد يعني لا 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 لانه بيوم الايام انا كنت هادي الشخص اللي بدي روح جمع مصاري سنة اشتري تليفون او اشتري غلط وخدول الناس اللي بقى ستيجد توسع فيك تقللك هك فمستحيل بحط حالي محلهم انا بدي اشرح للناس هذا اللي هو دايما ممكن بيسألوه وبيحكي عنه انا بدي احكيلكو هذا الموضوع بانه احنا مراجعين وتقنيين احنا ممكن نوخد فلوس من الشركات وبالعكس نسع نسع انه نوخد فلوس من الشركات ليش اول شي لانه هذا شغلنا ومعنا شغل ثاني فبنا نعيش لكن اللي انتو ما بتعرفوه انه احنا هذا الشغل ما بيدفعلك يعني احنا ما مرور على الشركة تدفعلك فلوس تشتري فيه رأيك تدفعلك فلوس بدل الاستوديو تبعك بدل المعدات اللي عند تروح على ايهاب تشوف المعدات اللي عنده عنده اشياء غريبة تروح عند صلاح حامد تروح على استوديو تبعه كلف وثمانين الف ولمية الف الشغل المعدات التعب سهر الليلة لما انت تترك بنتك وبتشتغل بس قاعد بتمنتج وبتسافر مرة يوم عند ميلادية تتذكر مزبوط هذا التعب هذا اللي احنا منطالب حقه فلوس والشركات بتطاوشوا معانا عليه انه او او لا بيعطونا او ما يعطونا فياخوان عشان تكون بس نحل هذا الموضوع مرة وللأبد احنا ما بنواخد مصاري عشان يعطيك رأي لا او بيشتري رأي احنا نطلب فلوس بدل تعبنا بدل جهدنا هذا الشغل فاتمنى تكونوا استفدتم من هذا السؤال وبش مع الكل ها برضو يعني في شركات انت بتنبصل تشتغل معها مزبوط وهذا شي بيجيب يعني اذا تسأل اي تقنية عربي تقلهم اول شركة اشتغلت انت وياهم انا هواوي مع بعض صح فاذا بتجي هواوي مع العلم مع الضربة اللي تحت الحزام اللي اكلتها صحيح لو بتجي بتقلي هواوي شو مكان شو ما بدك شو بتاع عمل لي مراجعة على عشر تليفونات عشر بتعملها حتى لو مش ما في بودجت حتى لو حيرجعوا ياخدوا الجهاز ايه هدول الناس وصقوا فيك بيوم الايام عملوك الشخص بس انت بالاخير بتقول انه هذا الجهاز هو كاميرتو كازا هو فور جي تحكي رأيك وهو مثلا ما في خدمات جوجل بس انه في كتير شارك في كتير بلدين ما فيها جوجل وما يجي انا الوالد عنده هواوي عم استعمله بلا جوجل اشتغ تمام عنده في النهاية قرار اه هذا قرار قرار يعني وقتا بيجي بقل نعمل مراجعة على حدا لجهاز انا ما بيجي لك ثاش تري انت فتل عندي على القناة شفت المراجعة بقى جيت قلتلك ممكن اعطيك كود خصم تتوفر على حالك انت انه اخدتك عشرة او خمسة عشر بالمية بس ما ضربت ما ضربتك عائدك ذاك روشتري هيا مراجعة هذا رأيه الشخصي يجي بعدين بيقلك انت حكيت عنه انه مثلا انه هو احسن اه وانا ما فيش بعدين هاي الكلمة بكرهها احسن هاتف نزق ما فيش اسمه احسن احسن هاتف لسيزر غير انه احسن هاتف لمحمود احنا انت قليل بنختلف اه مضبوط لانه عندنا رغبات والناس بيختلفوا سيزر كترف بالاسف يعني هيدا حلا حتقطعها انت وحتحطها ريل عندك يعني هيدا حتزعل كتير شباب بس بصراحة هيدا اقوى جهاز واحسن جهاز واطول جهاز بطلب منك تقول بالاخير لالك هو احسن جهاز بنظرك هو اقوى جهاز انا شايفه مثلا انه حيكون انت شايفه رأي هذا رأي صح هو مش مش بالضروري يجي وحدي سألك ايفون ولا سامسونج ما فيك تسأل لي هذا السؤال انا حامل التليفونين ويمكن بيوم الايام اضلني على ايفون يمكن اضلني على اونر نقطه على التليفون مثل ما فترة كنت عم تستعمل الفيتو الاحسن لالي مش لازم مش لازم صحي مية بالمية متفقين طيب سؤال سريع او مش سريع تقول لك سريع ومعني بيوم ساعة المشكلة كل الاسئلة والله عميقة يا سلام اقسم بالله اللي كاتب الاسئلة انسان بفهم ايش هتأكلنا بس نخلص ولا لا هلا بطلت تسمع فجأة الصوت بيقطع ابشر باللي بدك اياه احلى سندويش تفلافل عبتك كيف شو قصدك جربتني يا عم بروح يا عم بتقلي انا وياك نص دايما يا اخوان بنطلب اشي وحكيلي مثلا كيكي خليلي شوي وانا باقول له اوكي صدقا بكون صادق انا بس انا بكون احكي وباكل بحكي وباكل وهو بكون يحكي مع حدا انا بكون خلصت الصحن انا اسف وانا مرة اشترك حتى نجي نشترك بس لا انت بتدفعه بالاخير طيب ماشي يا سيدي شوف السؤال عادي بتكتر تجاوب متجاوبش للأسئلة سألكيها لا لا يعني ما في اجوار انا دفعنا بالأول عادي كيف هي علاقتك مع رب العالمين الحمد لله بحط راسي على المخد بنام يعني انا شخص ضميري مرتاح الحمد لله رب العالمين اذا بحط راسي على المخد ويصير في عندي قلق بقعد مش حالك بجيبرة وقلم بتذكر اليوم عندي شوفي اشياء كانت منيحة في اشياء كانت مش منيحة والدليل ان علاقتي مع رب العالمين كتير منيحة انه الحمد لله الحمد لله الله باللبناية بقول الله فتحها علي وعملك قبول الحمد لله ايه عمل لقبول الناس بتحبك فهذا هذا اذا الله يعني يعني بلاقيها بالعكس فالحمد لله الحمد لله رب اخوان يعني هاي يمكن اهم اشي بالحياة انا بالنسبة لي اهم اشي بحياتي حياتي كلها بانيها على علاقتي مع رب العالمين لأنه كل إشي رايح كلنا ممكن نموت في لحظة في لحظة الشغلة نائمة ناس بتحكي عنها بدأولها سيزر أيام ناس بتنتقد الشكل مثلا هلأ انت باهد أنا أنا في رابطين بأصبعي خواتم مثلا بس لأقل لك شغلة هلأ أنا كنت عم بعمل شعر بنتي فانسيتهم بيدي تخيل مثلا فعن بربط له شعر فانسيت الربطات الشعر يعني كتير ناس تنتقد الشكل يعني للي ما بيعرف أنا مخرج صلاة الترويح أنا مخرج صلاة العيد في مرة الفجيرة فبنطلب بالاسم كانت على هذا الموضوع يعني بينه وبين ربه الوحل هذا بشي يعني شوفوا يا إخوان العلاقة انت ممكن تشوفها بيصلي ولابس وشيخ ولحية لكن إنسان سيء بالتعامل فمهم جدا يكون علاقتك أنت مع رب أنت راضي عن علاقتك مع رب العالمين واذكروا يا إخوان أنه إحنا في هاي الدنيا كلها زيارة سريعة كلها في يوم للحساب فجهزوا حال كلها ذاك اليوم الله يجب يكون خير سؤال مش سريع أغلى إنسان في حياتك تبتعي كلارة يعني أنا شفته قبل ما الله يرزقه بنته بعرفه قبل وبعرفه بعد وأنا بحكي لكم إنه وجود كلارة بحياته الله يخليها يا رب الله يخليها ويكبرها غيرت حياته كثير يعني احكي لنا إيش أنا بحكي عنك ها بكي ولا تبكي يا عمي مشارطة نقلبها دراما خدنا تضل يلبسوا حويناتك لك إيه هي أغلى حدا بحياتي دايما بيقولك يعني المال والبنون أو الله المال والبرجيلة الحياة الدول فالبنون أنا بلاقي يعني الحمد لله الله رزالي بكلارة من بعد فترة من بعد يعني قصة طويلة بتعرفها نعم صحيح صحيح فهي هي يعني آخر يعني بتحس حالك إنه حياتك متوح متمحور حواليها شوف يا سيزر أيام يعني في أشخاص بعرفهم بالحياة أصحاب لإلي بيكون عم بحكي معه على تليفون بيقول لي ليك أنا ما عندي حافز بالحياة آه انت بتعرف قديش سيئة يكون ما عندك حافز بالحياة صحيح انك توعى الصبح شو دي أعمل لا انت عندك الله خليلك ابنك نعم انت بتوعى الصبح وانت هوني وانت سعيك اليومي هي لعائلتك أكيد أكيد لعائلتك كذا عرفت كيف فهي الحافز طبعي عرفت الله يخلي لك يا حبيب سؤال اللي بعده من من أعز صديق في حياتك نفسي سلام هذا جلب زي سنوب دوغ I wanna thank me I wanna thank me لا أعز صديق أنا عندي احنا خمس ستة شباب من أيام المدرسة كنا خمس سنة أيام أنا لأ وإحنا أخوان أنت مسألت استقنية أوكي ماشي دورت بشكل عام احنا صلنا خيب زملح بيننا وحكي فاضي بس أنا مصاحب حالي كتير لأنه أصحاب اللي أنا كنت أنا وياهون بعدنا قليلت أنا وياهون على التلفوناية يمكن وغروب واتساب حطوا ميوت أصلا نعرف كلا عادي كنا بنعمل هيك بس هو أعز يعني أنا أصحاب ما حالي لأنه يعني أنا قصدي أنت بورطة وعلى مين بترن أول واحد هاي قصدي مثلا ورطة بالحياة ولا تقنية لأ بالحياة يعني مشكلة نفسي شوفي سيزر هو شي سيء أنك مش نحل لك جاغي بس تكبر أصحاب المدرسة غير أصحاب الجامعة غير أصحاب الحياة غير أصحاب شغل غير أصحاب غير بس تجوز بس أصحابك بتجوزوا بتصير الأولوية بحياتهم عائلتهم العائلة إذا حتحكي مرة معهم مرتين معهم تالت مرة مش حالب بيك لأنه عائلتهم هي الأولوية فبتفضل يكون تحكي مع نفسك تخلص نفسك بنفسك مجنون يعني هذا أفضل شيء مش نجنون بالعكس أنك ما تعتمد على يعني تعتمد على أكيد الله موجود يكون أنت المساعد تابعون حالك حتى مش بس أصحابي حتى مع الأهل هذا الشيء أنا وصل لأله من قناعة سيزر أنك ما تطلب الله من الله ومن نفسك صعب صعب يطلب إيش من حدا هذا من هذا تذكرني شمار أنا أطلبت شمارة منك أنا أعرف بار هل لديك أعداء طب ليش كنت عم بيحكي والموضوع مش عاشتية ليش لأنه شجرة الزنزلخت إذا ما بتعرف شو شجرة الزنزلخت هي شجرة ما بتعطيك شيء بالحقيقة إلا أنه هي بتعطيك في مثلا إذا بتعطيك تحتها ما بتلاقي تحت حجار شجرة التفاح شجرة البردان شجرة اللوز شجرة شو بتلاقي تحت حجار ممكن شخص من دون سبب بيكون جاية ليش إيهاب عم يوصل للأجنزة ليش إيهاب بيطلع بيسافر ليش إيهاب كذا وصارت وبتصير وقال لك من عشرة أيام كنت عم بيحكي فيها اكتشفت أنه واحد من أشخاص اللي أويته بس إجع على الإمارات وسألك أنت بتعرف شو يعني أويته يعني أنت أشخاص اللي عادت السنة بالإمارات وبتعرف شو كنت يعني واحد لايته أكتر شخص كان عم كب حجار فأعداء لا موجودين الحمد لله طيب الحمد لله أكيد الحمد لله موجودين وعناته أنه أنتش بالطريق الصحيح بس يكون في عندك أعداء سؤال هل ممكن تكذب إيش اللي ممكن يخليك تكذب مش كذب بالمعنى اللي هو كذب بس ممكن مثلا يعني اليوم صارت معي حاد اليوم 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 بدي أخذ الولد على المستشفى أوكي فقدت له بدي روح أفحص حالي لا تقدر أخذه فهو لا أنا ما بدي أفحص حالي أبدأ أخذه لأله فأنت عشان تأخذه فأنت أخذه لأله أنا ما فيك تسمياه كذب آه طبعا طبعا فيه إشي مثل هدولة بتجرب إنك مثلا أنا ممكن تكذب عمرتك تحكي اليوم الله إنه يعني طبخة كانت بتجنن وهيدا الشيء بأكيد بشكل عام إنه ونتوع طبعا كذب لازم نستقبل ما تزبطش ما هابط الحقيقة ما رح تزبط إيه إذا ما حكينا هيك حنقول إنه طيب سؤال أكثر سيارة بتحبها بس مش دولتك نمتلكتها وأكثر سيارة امتلكتها وحبيتها يعني مثلا سيارة حابت امتلكها وبتحبها كثير لو معك فلوس يعني شما معك فلوس وسيارة امتلكتها وكنت حبيتها كثير السيارة اللي أنا بحبها كثير اللي هي معي هلأ أنا معي الجيم سي الترك دفش دفش إيه أنا شخص بحب الصحراء البر بحب الأفروض بحب أطلع مخيمات وكذا سيارة مناسبة كان التحلم لإلي إنه كوني أنا كان معي دوت جرام قبل فبحب الترك سيارة الضخمة وما كنت قدر جيبها الله الحمد لله صار فيني جيبها والحمد لله وهلأ هلأ هي السيارة اللي كان سيارة بحلم إنه أنا أشتريها ما في لأنه بحب قد ما فيه يكون الحلم تبعي على قد ما يكون كتير كبير الله أنا نفسي نفسي باودي الهي كيو آر ايت جيب هذا عن جد نفسي تعمل مليون ريفيوتها تقدر يعني آه هي غالية بس توقع بالإمارات الواحد بقدر يجيبها أقصات مو سوبركار فسهل إن شاء الله إن شاء الله هل عمرك فكرت شو رح يصير معك لما تموت لا لا صراحة أنا فكرت كتير في هذا الموضوع تحضر الميكروفون معك أنا كمسلم مثلا أنا بعرف شو رح يصير بس مرة تواجهت مع واحد وهو ملحد أجع عليه كان بالشغل حكالي السزار كيف طباح الخير كيفك أجع عليه هو ما بحبني بس أجع عليه مباشرة قال لي انت حتنفلم بحكي له ليش بقول لي انت حتموت كلنا حنموت وانت رح تنفلم حكت له ليش بحكي لي أنا عايش حياتي مستمتع بكل إيش بسوي البدية وخلص موت تتخلص نصرنا التراب سلام عليكم انت معنى حالك عن النسوان وعن الشرب وعن كل إشي وعايش حياء الله عالم كيف وبكرة بتموت لا رح يجيك ملك يقول لك من ربك ولا ما دينك حتنفلم فأنا بسرعة أجع جواب قلت له اسمع إذا أنا موت تهسى وما أجاني للملك الموت وسألني الأسئلة هاي أنا بالنسبة لي استمتعت في حياتي أنا بقول فعليا استمتعت حياتي ليش خلص أنا ما عندي مشكلة أنا استمتعت بغض النظر عن رأيك أنا هكذا استمتع الفيلم لما أنت تموت ويجيك ملك أنت مش فهم شو اللي بصير فيه واحد بسألك من ربك شو الفيلم اللي أنت وقعت فيه وهنا لازم تفكر ما عرف ما عرف حتى يكمل معي حديث وأنا مش فطارة مني الله يهدي الله يهدي الله يهدي طيب سؤال لي ليش ما بتصنع أنت محتوىك تقني ليش ما تحاول تصنع محتوى يضحك الناس لأنه عندك الجانب الفيلمي الفكاهي هل هذه الورقة يمكن قديمة أنت عملها بس آه صح لما كنا نسوي كارلول الزمان لا هدي عن جديد هذا سغيرت ما عشيك للسؤال حتى تغيرت الطريقة بالتصوير بالمونتاج آه أجري آه مسألتنا عنها هدي كل يوم بس كنت تبدو باية بس هذا أنا كاتبها زمان أنا كاتبها تقريبا قبل ثمان أشهر أو سنة لا تغيرت من تشهر أو من ست تشهر أو إذا بدك بالأحرى ثلاثة شهر صار في بلاك كوميدي آه آه حسيت أنه وطلب من كتير ناس يعني أنتك دايما تقل لي هذا الحديث أنه ياهب أنت بتضحكنا فليش ما تعمل محتوى التقنية هلأ أنا بالحياة يعني أنت بتعرف أنا وياهب يكون موجودين كراكوزات ماشية بالحياة فلاقيت أنه مش حالك السخرية أيوة بس أنه طريقة المراجعة بطريقة كوميدي شوية كون فيها فن مية بالمية فبس غيرت المحتوى شوي وعملت حتى نجاب لي شغل مع الخبر أنا شفت يعني إيش جميل إيه فلأ موجود طيب ممتازل غلطة وندما عليها قلبة طيب بس يعني قلبة طيب مع ناس كانت ما بتستهيكون قلبة طيب يعني بس هاي الغلطة الندمان عليها إيه لك في شي كنت أقوله دايما أعطيني المتعة أنه أنا أكون عم بعمل شي حلو أو أنه أنا أعطيك أخلي مثلا أوكي عندي تليفون زيادة عندي تابلت زيادة عندي خدمة بقدر أعمل عرفك على ناس أنت بتعرف أنا بسهول الإمارات صلي يعني واحد من الأقدم الليك موجودين قبل ما يجي سلوركس قبل ما يجي أبو عركي أسوري أعمار قبل ما يجي الشباب كمان اللي يجي من من مصر ومن كل المه فعلاقتي مع البي أر الحمد لله تلي منيحة يعني الكل ما عدا يمكن شركة أو شركتين من دول تذكر أساميون إيه نحكي نحكي يعني بس يجي قبل ما تعمل منيح ما بس يعني ما بس يعني ما مش حاجة قصها من قصة ما تحكي احكي أنا بخير بقصة ووعدك كليها أنا عاد أنسى أنا وصلنا لمرض أورطك أنه لا فيه إشي صارت اكتشفتها تعرف أنه هلأ جماعة الخير صار فيه كل شي بيبين عندك عن طريق فيك تعرف من إذا هذا عنده فيك فولورز فيه هذا تعرف إذا عنده فيك ريتش من الموينة مظبوط أنا عنده عندي مظبوط أنا عندي شركة كمان أنا بلودكشون فأنا فيني يحط أي لينك من الشباب الموجودين على هذا على هذا الابليكيشن ويفرجيني الأرقام يفرجيني إذا هذا الشخص عامل فيك أكاونت وفايت لعندي وسببني أولى فهمت أنا بهتمش هو مرة هشام قال لي يا هشام حبيبي صاحبنا هشام قال لي إذا شفت تسعة وتسعين كومنت تعليق جيد مش هتلتبه لهم هتشوفي الواحد سيء وهذا الأسف الشديد إيه إحنا ممكن مندور حتى لما نروح ندور على ريفيو لمثلا قطعة بدنا نشتريها مندور وين الرفيو السيئ صح وهي بتأثر وهذا ممكن أبروتش غلط مش فيك أحمد المراجعة الشرير القناة ضربت معه لأنه دايما بيطلع بنت هذا الشي وهذا الشي أنا بحيي يعني عرفت كين بس هو دايما هتشوفت هذا الشي هذا الشي يخليك تندب حتظلك تعمل خير حتظلك تعمل مني يحنا بس لازم تفكر شوي لأنه مش كل ما فيك تجي تاخد حية بالبرد وتحطها بحضنك وتدفيها بدا حذر بس يعني برضو باب الخير دايما مفتوح هتأكلنا أبشر شعت طبعا يعني أنت بالأكل بتغلب كثير بالأكل يعني ما تفكروش أنه الموضوع روح حط له أي شيء بأكله ممكن تحط له صحن كله المرة الماضية سيزر عزمني عنده على الغد مع عائلته مع عائلتي منسف أكل رز أكل رز وزهره منسف فيجيتاري طيب يا سيدي أنا بشكرك أنك قدمت إلى هنا وقبلت الاستضافة جزاك الله خير وبحب دايما كل ما تيجي لأردن نعمل بودكاستي أنا بتشكرك سيزر لألك سيزر هو واحد من أشخاص من الأول الناس اللي حط القناة تابعي عنده على على القناة على اليوتيوب كان عندي وقتا يمكن 300 شخص عاملين الفولو فأخذ اللينك تابعي وحط عنده على اليوتيوب وقاله support وكذا ودايما كان يدعمني بهذا الشيء بالوقت اللي كنت باني مبلش فيه هذا رجعت خطيته بالإنستغرام يعني بس بطه سيتعرف علي لا بس هنتقلبك طيب بهذا الشيء الله يزيدك خير فأنا مش حنسلك يعني كنت جاني منك وقتا بتين سبسكريبر فأعيدت وقتا شوف بعدي بالأول والله أهلا وسهلا أهلا وسهلا حبيب القلب هو بكرة مسافر بس يعني خلاص نصيبناك حتى عشرين يلا جاهزين قط السلام عليكم أعزب حط موسيقى بس يش موسيقى